بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الثالث الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنواصل الحديث إن شاء الله على الآيات من أول سورة البقرة وقد تقدم بعض الكلام على هذه الآيات حيث إن الله سبحانه وتعالى ذكر في أول هذه السورة أن الناس انقسموا مع القرآن إلى ثلاثة أقسام القسم الأول الذين آمنوا به ظاهرا وباطنا وعملوا به وقال الله في حقهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون القسم الثاني الذين عارضوا القرآن ولم يقبلوه ظاهرا وباطنا وهؤلاء هم الكفار المصرحون بالكفر وقد أخبر الله جل وعلا أنه عاقبهم في الدنيا ويعاقبهم في الآخر أما في الدنيا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فلما لم يقبلوا الحق بعد معرفته عاقبهم الله بفساد قلوبهم وعمى بصائرهم فصاروا يحملون قلوبا مختوما عليها مغلفة لا يصل إليها نور ولا هدى وسد منافذ الهداية التي تنفذ إلى مناء إلى هذه القلوب فختم على سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة غطا فتمت خسارتهم وضلالهم وفي الآخرة لهم عذاب عظيم وهو الخلود من نار جهنم والعياذ بالله هذا جزاء من أعرض عن القرآن ولم يقبله ولم يعمل به هذا جزاء الختم الختم على قلبه وعلى سمعه وغطاء بصره بالغشاوة الغطاء الذي لا يبصر معه الحق ولا ينتفع بما يرى ولا بما يسمع وفي الآخرة لا طمع له في رحمة الله بل هو في عذاب عظيم مستمر أبد الآبات الصنف الثالث قوم قبلوا هذا القرآن ظاهرا وأعلنوا إيمانهم ظاهرا ولكن لم تقبله قلوبهم ولم يؤمنوا به في قلوبهم وإنما يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم لأجل أن يعيش مع الناس ويأمنوا على دمائهم وأموالهم لأنهم لا يستطيعون مقاومة هذا الدين لا يستطيعون مقاومته والوقوف في وجهه ولا يستطيعون الذهاب إلى مكان آخر فإحتالوا هذه الحيلة قالوا نعلن الإيمان ظاهرا ونحن على ما نعتقد في الباطن وهؤلاء هم المنافقون هؤلاء هم المنافقون والنفاق ورد ذكره في القرآن في آيات كثيرة وحذر الله منه ومن أهله في آيات كثيرة فما هو هذا النفاق ما هو النفاق النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر هذا هو النفاق النفاق هو إظهار الخير والإيمان والانقياد وإضمار الشر وإخفاء الشر في القلوب هذا هو النفاق وينقسم إلى قسمين نفاق أكبر يخرج من الملة وصاحبه مخلد في النار بل هو في أسفل النار كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا والقسم الثاني نفاق أصغر نفاق أصغر وذلك بأن يكون الإنسان مؤمنا ظاهرا وباطنا يكون مؤمنا ظاهرا وباطنا لا مؤمنا في الظاهر فقط بل هو مؤمن ظاهرا وباطنا ولكن تصدر منه بعض التصرفات التي هي من صفات المنافقين فإن المؤمن قد يصدر منه بعض صفات المنافقين ويكون ناقص الإيمان وذلك هو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أت من خان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر وقال عليه الصلاة والسلام أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وإذا خاصم فجر والنفاق أول ما حدث في الإسلام بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في مكة ما كان ما ظهر النفاق لأن المشركين مصرحون لأن المشركين والكفار مصرحون بكفرهم وشركهم فلما هجر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الأوس والخزرج في دين الإسلام وكان وكان في المدينة وكان في المدينة مجموعة من اليهود وفيهم من الأعراب وفيهم من أهل المدينة من أهل المدينة من لم يدخل فيما دخل فيه الأوس والخزرج من أهل المدينة هذه الأصناف من الأعراب ومن اليهود ومن أهل المدينة رأوا أن الدين قد ظهر وأنهم لا حيلة لهم في مقاومته فأظهروا الإسلام حقنا لدمائهم وطمعا في العيش مع المسلمين وهم في الباطن على كفرهم هؤلاء هم المنافقون وهذا هو أصل النفاق ومبدأ النفاق فالنفاق لا يظهر إلا مع قوة الإسلام النفاق لا يظهر إلا مع قوة الإسلام أما مع ضعف المسلمين فإن الكافر والمشرك يصرح ويحتاج إلى النفاق لكن مع ظهور قوة الإسلام لا يستطيع أكثر هؤلاء من المجابهة فلجأوا إلى النفاق لأمرين الأمر الأول من أجل أن يعيشوا مع المسلمين ويأمنوا على دمائهم وأموالهم والأمر الثاني ليكيدوا للإسلام ليكيدوا للإسلام من الداخل ويعبثوا من الداخل كل ما حصلت كل ما حصلت في المسلمين نكبة أو مصيبة أو هزيمة فرح هؤلاء وصرحوا بما عندهم وإذا قوي المسلمون غاضهم ذلك إن تصبك حسنة تنتسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون الذين يتربصون بكم يعني ينتظرون فإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نكن معكم ونمنعكم من المؤمنين الذين يتربصون بكم يعني ينتظرون ما لا يحصل فإن كان لكم فتح من الله يعني نصر من الله قالوا ألم نكن معكم يقولون للمسلمين نحن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فهذه حالة المنافقين وكما قال الله عنهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ليسوا مع المؤمنين وليسوا مع الكفار بل ينتظرون فمن كان عنده لهم غبطة وذهبوا إليه من المؤمنين أو من الكفار هذه حالتهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء أي ليسوهم مع المسلمين ولا إلى هؤلاء أي ليسوهم مع الكفار في الظاهر ولا في الباطن هم مع الكفار ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وهذه الآيات في هذه السورة عن المنافقين وهي أربع عشر آية من قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين إلى قوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير أربع عشرة آية في المنافقين لفضيحتهم وبيان مكيدتهم بالمسلمين بل لقد أنزل الله فيهم سورة كاملة سورة التوبة فضحتهم ولذلك تسمى بالفاضحة يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة سورة تنبئهم بما في قلوبهم والإستهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون وأنزل فيهم أيضا سورة كاملة هي سورة إذا جاءك المنافقون وأنزل فيهم آيات متعددة في القرآن الكريم في كثير من المواضع يذكر الله المنافقين ومكائدهم ليكون المسلمون على حذر منهم وليحذر المسلم من النفاق وليصدق في إيمانه ومن الناس من يقول آمن هذه الآيات هي كلها في المنافقين أربع عشرة آي وذكر الله في هذه الآيات أن هؤلاء المنافقين النفاق الأكبر الاعتقادي ينقسمون إلى ثلاثة أقسام القسم الأول لم يدخلوا في الإسلام أصلا في الباطن وإنما دخلوا به في الظاهر فقط ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا إلى آخر الآية والقسم الثاني قسم آمن إيمانا صحيحا ظاهرا وباطن لكنهم ارتدوا عن الإيمان لكنهم ارتدوا عن الإيمان وصاروا مع الكافرين ارتدوا عن الإيمان في الباطن ولم يعلنوا الارتداد في الظاهر لكنهم ارتدوا بعدما آمنوا كما ذكر الله سبحانه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقوض ونلعه قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فدل على أن عندهم إيمان في الأول ثم ارتدوا وصاروا منافقين وصاروا منافقين وهؤلاء ذكرهم الله في هذه الآيات في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم تركهم في ظلمات لا يبصر استوقد نارا أضاءت ما حوله دخلوا في الإيمان واستضاءوا بنور الإيمان ثم لم يلبثوا أن انحرفوا والعياذ بالله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون والصنف الثالث ذكرهم الله في قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارا كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا فهؤلاء تارة يلوح لهم الإيمان فيتمسكوا به وتارة يظهر الكفر فيتركوا الإيمان ويذهبون مع الكفر فهم لهم حاله وحاله متذبذبون كلما أضاء لهم مشوا فيه إذا حصل لهم مطمعهم وحاجتهم وقبلوا الإيمان وإذا اشتبه عليهم شيء أو التبس عليهم شيء وقفوا وتوقفوا عن الإيمان كما قال الله سبحانه ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني على طرف فإن أصابهم خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين فهؤلاء مزعزعون تارة يؤمنون وتارة يكفرون هذا هذا هو التزعزع وعدم الثبات فهم يتقلبون حسب الظروف والأحوال أما المؤمن فإنه مؤمن في السراء والضراء لا يتزحزح إيمان ولا تغير مهما أصابه مهما أصابه من النكبات ومن الفتنة ومن المحن فإن ذلك لا يغيره عن دينه حتى ولو قتل حتى ولو قتل على دينه يصبر هذا هو الصادق في إيمانه أما هؤلاء فهم إنما يلجأون إلى الإيمان في الرخاء عند المطامع فإذا حصل فتنة أو حصل عليهم ضرر أو حصل عليهم محنة تركوا الإيمان ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين فالآية الأولى وهي قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يقولون بألسنته ويظهرون هذا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويأتون إلى الرسول ويقولون نشهد أن إنك نشهد إنك لرسول الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله يعلنون هذا وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ يَشْهَدُونَهَا جُنَّة يعني سُتْرَة لتوقّون بها فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وباليوم الآخر سبق أن الله ذكر المتقين وأنهم الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله وبالآخرة هم يقنون فالمؤمنون يؤمنون بالله وباليوم الآخر أما المنافقون فإنهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر كما يقول المؤمنون في الظاهر لكن لا يعتقدون ذلك في قلوبهم ولذلك قال وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حَكَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُمْ كَذَبَةً وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِمُؤْمِنِينَ لماذا؟ لأنها لم توافق قلوبهم ما تنطق به ألسنة ثم قال جل وعلا يخادعون الله والذين عام يعني قصدهم من قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر مع أنهم ليسوا كذلك في قلوبهم لماذا فعلوا هذا؟ للخدع يخادعون الله هذا من جهلهم بالله سبحانه وتعالى هل الله يخادع؟ أو يخفى عليه شيء؟ يخادعون الله هذا بزعمهم والذين آمنا بالمسلمين فيغررون بالمسلمين أنهم منهم وليسوا كذلك ليسوا من المسلمين الحقيقة والخديعة هي إظهار شيء وإبطان غيره هذه هي الخديعة هو المكر إظهار شيء وإبطان خلافه هذه هي الخديعة خادعون الله والذين آمنا بقولهم آمنا بالله وباليوم الآخر هذا من باب المخادعة مثل ما في الآية الأخرى اتخذوا أيمانهم جنة يعني سترة وهنا اتخذوا أيمانهم مخادعة لله وللمؤمنين قال الله جل وعلا وما يخدعون إلا أنفسهم أما الله جل وعلا فإنه لا يخدع وأما المؤمنون فإن الله ينتصر لهم فإن الله ينتصر لهم ويحميهم ويحفظهم بإيمانهم الصادق إذن ما ينال المؤمنين منهم ضرر وإنما الضرر يعود عليهمهم فلما لم يؤمنوا بالله واليوم الآخر ظاهرا وباطنا صار الضرر عليهمهم وما يخدعون إلا أنفسهم حيث إنهم عرضوا أنفسهم لسخط الله وعقوبته وما يشعرون هذا من تمام هذا من تمام جهلهم وعدم بصيرتهم أنهم لا يشعرون أن فعلهم هذا إنما هو خداع لأنفسهم وأنهم لا يخدعون الله ولا يخدعون المؤمنين لكن لا يشعرون لا يشعرون أن ضرر هذا عائد على أنفسهم يعني لا يدرون وذلك من جهلهم وعماء بصيرتهم وإلا فالمؤمن الصادق يعلم أن سيئاته وذنوبه يرجع ضررها عليه على نفسه فلذلك يتوب إلى الله عز وجل ويندم بخلاف المنافق فإنه لا يشعر بذلك المؤمن يرى لنبه كالجبل يخشى أن ينقض عليه والمنافق يرى ذنبه مثل الذباب الذي وقع عليه وطار هذا مثل المؤمن ومثل المنعم المؤمن يخاف من الذنوب والمخالفات فيرى إذا أذنب ذنبا يخاف ويوجل كأن عنده جبل يخشى أن ينهد عليه فيبادر بالتوبة وأما المنافق فلا يهمها المعصية ولا المقارب بل يفتخر بذلك كأنه ذباب وقع عليه وطار ما ما صار شيء وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعر ثم بيّن سبحانه وتعالى السبب الذي حملهم على ذلك فقال في قلوبهم مرض السبب الذي حملهم على هذه المخادعة وهذا الكذب ما هو هو أن في قلوبهم مرض وهذا المرض هو الذي سبب لهم هذه الأعراض الخبيثة والمراد المرض المعنوي مرض معنوي فالمرض قسمان مرض حسي وهو المرض الجسمي اللي يسمونه العضوي هذا مرض عضوي ومرض معنوي هذا مرض القلوب في قلوبهم مرض أي شك وريب قلوبهم شاكة ومرتابة ومرض القلب ينقسم إلى قسمين مرض شبهة ومرض شهوة مرض الشبهة مثل النفاق هذا مرض شبهات والعياذ بالله وهذا أشد مرض شبهة نفاق شك ريب تردد في القلب هذا مرض شبهة وهو خطير جدا وأما مرض الشهوة هو مثل محبة الشهوات المحرمة محبة الشهوات المحرمة كمحبة الزنا والسرقة وشرب القامر وهذا قد يصيب بعض المؤمنين قد يصيب بعض المؤمنين لكنهم يبادرون بعلاجه بالتوبة فإن لم يبادروا بعلاجه ربما يستفحل ويترقى إلى مرض الشبهة والعياذ بالله هذا مرض الشهوة محبة المعاصي والمخالفات التي توافق الهوى والنفس هذا مرض شهوة وذلك كما في قوله تعالى لنساء نبي عليه الصلاة والسلام فلا تقضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض يعني محبة يطمع فيها أهل الشهوات وأهل الأمراض القلبية بل عليها الستر والحفاظ على الحجاب وتجنب أسباب الفتنة لألا يتعلق بها أصحاب القلوب المريضة المريضة بالشهوات في قلوبهم مرض وهذا المرض يشمل النوعين في قلوبهم مرض شهوة ومرض شبهة والعيام كلها في المنافقين كلها في المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ضاعف الله عليهم هذا المرض حتى قتلهم وقضى عليهم لما لم يبادروا بالتوبة وعلاج هذا المرض تضاعف عليهم المرض حتى قتلهم قتلا معنويا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون لهم عذاب مؤلم في الآخرة لا يعلم شدة ألمه إلا الله سبحانه وتعالى بما كانوا أي بسبب الذي بسبب الذي أو بسبب كذبهم بما كانوا يكذبون ما وما دخلت عليه في تأوي المصدر فيكون التقدير هكذا ولهم عذاب أليم بكذبهم حيث إنهم ادعوا الإيمان وأعلنوا الدخول في الإسلام وهم بخلاف ذلك فهذا هو الكذب وهذا أقبح الكذب والعياذ بالله الكذب أن تخبر عن الشيء في غير الواقع هذا هو الكذب أن تخبر بالشيء على خلاف ما هو به في الواقع فهم أخبروا أنهم آمنوا آمنا بالله وباليوم الآخر هذا أخبار منهم لكنه خلاف الواقع هم في الحقيقة ما آمنوا بالله واليوم الآخر فصار هذا من أسوأ الكذب والعياذ بالله فاستحقوا به هذا الوعيد الشديد ولهم عذاب أليم بسبب هذا الكذب ثم ثم بيّن سبحانه وتعالى صفاتهم حتى يعرفها المسلم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون إذا قيل لهم لا تفسدوا هذا نهي إذا نهوا عن الإفساد في الأرض كيف الإفساد في الأرض بالمعاصي لأن المعاصي إفساد في الأرض وأما الطاعات فإنها عمارة للأرض فإذا نهوا عن إفساد إفسادهم بالأرض في الذنوب والمعاصي لا تفسدوا في الأرض بفعلكم هذا بماذا يجيبون قالوا إنما نحن مصلحون إننا عملنا هذا هذا أصلح لنا وللنا نعيش مع هذا ومع هذا نعيش مع المؤمنين ونعيش مع الكفار هذا أصلح لنا من أن نعادي الكفار ونقاتلهم ونقف في وجوههم كما يعمل المسلمون المسلمون في في زعم هؤلاء ليسوا مصلحين في في إعلان إيمانهم و ظاهرا وباطنا إنما الصلاح هو اللي تارة يكون كذا وتارة يكون كذا أينما الريح مالت مال حيث تميل هذا هو المصلح بزعمه ويريد أن يعيش مع الفريقين مع المؤمنين ومع الكفار ويعيش في حالة الرخاء وفي حالة الشدة على حد سوى هذا هو الإصلاح بزعمه وهذه المقالة يرددها منافق اليوم الذين إذا نهوا عن المعاصي وقيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالمخالفات الشرعية بجلب عادات الكفار وأعمال الكفار إلى بلاد المسلمين لا تتولوا الكفار لا تحب الكفار أبغضوهم ابتعدوا عنهم لا تسافروا إلى بلادهم للنزهة وتقطيع الوقت قالوا لا هذا إصلاح هذا إصلاح نعيش مع الفريقين ونجمع بين المتضادات هذا الإصلاح بزعمهم هذا هو الإصلاح بزعمهم وفهمهم المنكوس قالوا إنما نحن مصلحون قال الله جل وعلا ردا عليهم ألا إنهم هم المفسدون حصر الإفساد فيهم ألا إنهم هم المفسدون فحصر الإفساد فيهم ولكن لا يعلمون هذا من عمى بصيرتهم حيث اعتقدوا الفساد صلاحا واعتقدوا الصلاح فسادا هذا لجهلهم المركب لجهلهم المركب فإن الجهل على قسمين جهل بسيط وهو عدم معرفة الحق عدم معرفة الحق هذا جهل والجهل المركب هذا أشد وهو أن يعرف أنه ما يعرف الحق لكن يدعي أنه يعرف فالجاهل هو الذي يجهل ويجهل أنه يجهل أو تقول الجاهل المركب هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري هذه حالة المنافقين لا يدرون ولا يدرون أنهم لا يدرون بل يدعون أنهم علماء وأنهم أهل حذق وأهل سياسة وأهل تدبير هذا هذا هو الجاهل المركب والعياذ بالله الذي يدعي صاحبه العلم وهو جاهل ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون أن ما هم عليه هو الفساد وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس كما آمن الصحابة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يؤمنون إذا قيل لهم صيروا مثل هؤلاء آمن كما آمن الناس ظاهرا وباطنا واصدقوا مع الله ومع الناس اصدقوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء فيسمون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار وصفة الخلق يصفونهم بالسفه والسفه خفة العقل السفه خفة العقل فهؤلاء الصحابة بزعم المنافقين سفه أي عقولهم خفيفة وإدراكهم ضعيف ما يدركون الأمور ولذلك صرحوا بالإيمان ظاهرا وباطنا وجاهدوا وقاتلوا الكفار وأعلنوا بغضهم هذا يدل على قصور أفهامهم ولو كانوا عندهم عقول تامة لتصالحوا مع الناس ومع البشر علشان يدخلون مع هؤلاء ومع هؤلاء هذا هو العقل عندهم وهذه كلمة تردد إلى الآن أهل الشر وأهل الفسق وأهل النفاق يصفون أهل الاستقامة بالجهل وبقصور النظر وبالسفاهة وبالتأخر وبالرجعية إلى آخر الأوصار لا يزال هذه المقالة متوارثة عند هؤلاء قال الله جل وعلا ألا إنهم هم السفهة هذا رد عليهم فالسفيه في الحقيقة هو الذي رفض الحق وأخذ الباطل هذا هو السفيه ضعيف العقل ضعيف التفكير الذي أخذ الباطل وترك الحق هذا هو السفيه أما الذي أخذ الحق وترك الباطل فهذا هو العاقل المحنك هذا حكم الله سبحانه وتعالى بين الفريقين ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون لا يعلمون أنهم هم السفهاء بل يظنون أن المؤمنين هم السفهاء وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون إذا لقوا الذين آمنوا صاروا مع المسلمين في المجالس أو في المسجد أو في قالوا آمنا إن مثلكم مسلمون دربنا دربكم إن معكم مسلمون ويستغفرون ويصلون ويتظاهرون بالعبادة مع الناس إنا معكم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم خلوا ذهبوا إلى أئمة الكفر إذا خل المجلس من المؤمنين ولم يكن فيه إلا الكفار من اليهود والمشركين وأئمة الكفر إذا خل المجلس من المؤمنين وصار ما فيه إلا الكفار قالوا إنا معكم ولكن أننا ظهرنا الإسلام وأظهرنا أننا مع المسلمين من باب الاستهزاء إنا معكم يا معشر الكفار يا معشر اليهود يا معشر المشركين وعبدة الأوثان نحن معكم ولكن نبتلين بهؤلاء فأظهرنا لهم أننا مؤمنون من باب الاستهزاء نبنخدعهم بذلك خديعة لهم كما قال في أول الآيات يخادعون الله والذين آموا إن معكم إنما نحن يعني في إظهارنا الإيمان والدين مع الناس هو من باب الاستهزاء بهم وخديعتهم إنما نحن مستهزئون ولسنا صادقين في قولنا آمنا بالله واليوم الآخر فنحن لا نزال على عقيدتكم وعلى دينكم وإنما لجأنا إلى هذه الحيلة لأجل أن نأمن على أنفسنا وعلى دمائنا وأموالنا لأن هؤلاء ظهروا الآن صار لهم دولة وصار لهم شان نحن ما نستطيع نصارحهم بالكفر لكن نتظاهر معهم بالإيمان فهؤلاء لهم وجهان وجه مع المؤمنين وهو إظهار الإيمان ووجه مع الكفار وهو إظهار الكفر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تجدون شر الناس للوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه المؤمن الصادق ما يتغير ما تتغير مواقفه دائما على الإيمان ودائما أقواله وأفعاله الصدق والإيمان ما يتغير هذا علامة قوة الإيمان وصحة الإيمان رد الله عليهم بقوله الله يستهزئ بهم هذه عقوبة له الله يستهزئ بهم بمعنى أنه يمهلهم ويعافيهم ويستدرجهم حتى تعظم آثامهم فيعظم عذابهم والعياذ بالله والاستهزاء من الله حق ليس هو الاستهزاء المذموم لأنه استهزاء بحق وعدل منه سبحانه وتعالى لأنه جاز هؤلاء بما يليق بهم وهذا هو العدل أما الاستهزاء من الخلق فإنه مذموم ولا يجوز لأنه بغير حق الاستهزاء من الخلق هذا مذموم وهو من كبائر الذنوب ما يجد للإنسان يستهزي من ناس أما الاستهزاء من الله فهو من باب المقابلة والجزاء على العمل فهو يجزي المستهزي بالاستدراج ويعطيه العافية والنعمة حتى يستمر على شره وحتى يغتر بحاله ثم يموت على هذه الحالة والعياذ ولو أراد الله بهم خيرا لعاجلهم بالعقوبة من أجل أن يتوبوا ويرجعوا لكنه استدرجهم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة وقال جل وعلا فذرني ومن يكذب بهذا الحديث يعني القرآن سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين قال سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثن ولهم عذاب مهين فالله يستدرج الكفار ويستدرج المنافقين ويمهلهم ويعافيهم ويرزقهم من أجل أن يزيدوا من الكفر والنفاق عقوبة لهم حتى يعظم عذابهم وحتى لا يتوبوا ويرجعوا إلى رشدهم أسأل الله العافية استدراج الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون يمهل لهم ولا يعاجلهم بالعقوبة من باب الاستدراج لهم يعمهون العمه هو الضلال العمه هو الضلال والبعد عن الهدى هذا هو العمه وأما العمه فهو فقد البصر العمه فقد البصر وأما العمه العمه فقد البصر وهذا يكون في العينين وأما العمه فهو فقد الهداية وهذا يكون في القلب وهذا أشد قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويمدهم في طغيانهم والطغيان هو الخروج عن الحق المجاوزة للحق هذا هو الطغيان يعمهون يعني يتخبطون ويظلون فهم يعيشون على ضلال في حياتهم حتى يأتيهم الموت من غير توبة ومن غير الرجوع هذا أشد العقوبة من الله سبحانه وتعالى وهذا جواب لمن يقول لماذا المنافقون يعملون الأعمال هذه ولا يجيهم خلاف ولا يجيهم عقوبات لماذا الجواب هو ما ذكره الله أن هذا من باب الاستدراج لهم ولو جتهم العقوبات لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم فلما لم تأتهم العقوبات وأقاموا على الكفر وعلى النفاق هذا شر لهم نسأل الله العافية يقول يقول بعض الناس ما بال المسلمين الآن ضعفا هو متأخرون والكفار وبلادهم فيها جدب وفيها وفيها جفاف وفيها وفيها وبلاد الكفار مخصبة وفيها أمطار وفيها مناظر جميلة نقول يا أخي هذا من باب الاستدراج والله أراد بالمسلمين خيرا حيث أصابهم ببعض ذنوبهم من أجل أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويحاسبوا أنفسهم أما أولئك فإن الله استدرجهم ثم يأخذهم سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدد وهم على كفرهم لما نسوا ما ذكرو به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا وقال جل وعلا وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير فلا يغتر بإمهال الله سبحانه وتعالى واستدراجه بأنهال عقوبة وإملاء وإمداد وإمداد لهم في الزيادة من الكفر والنفاق قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد حتى إذا رأوا ما يعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرد ويمدهم في طغيانهم يعمهم ثم ضرب لهم مثلا يوضح حاله فقال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين اشتروا الضلالة بالهدى استبدلوا استبدلوا الضلالة أخذوا الضلالة وتركوا الهدى فهم باعوا كأنهم باعوا الضلالة باعوا الهدى باعوا الهدى وأخذوا الثمن وهو الضلالة اعتاضوا اعتاضوا عن الهدى بالضلال وهل هذا إلا عين الخسارة هل هذا إلا عين الخسارة الذي يشتري الضلال ويبيع الهدى ويتركه هل هذا إلا عين الخسارة في هذه التجارة هذه تجارة خاسرة فما ربحت تجارتهم تجارة خاسرة والعياذ منه فالذي يبيع الهدى بالضلال أو يشري الضلال يشتري الضلال بالهدى هذا هو الخاسر أما العكس وهو الذي يشتري الهداية بالضلال يعني يأخذ الهداية ويترك الضلال فهذا هو الرابح تجارته رابحة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهلون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب بشر المؤمن هذه التجارة الرابحة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وهؤلاء هم الصنف الأول من المنافقين الذين أعلنوا الإيمان وأبطن الكفر من أول مرة وهم أخبث المنافقين الصنف الثاني أو كالذي استوقد نارا مثلهم الصنف الثاني مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وهؤلاء هم الذين آمنوا في الأول ثم ارتدوا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا هذا مثل للذين آمنوا في الأول فهم مثل الذي استوقد نارا استدفأ بها من البرد وعمل عليها مصالحة من الطبخ وغير ذلك وأضاءت له أضاءت له ما حوله فصار يبصر ما حوله ويأمن من الحشرات والمؤذيات والأفاعي وغير ذلك عنده نور فهم دخلوا في الإيمان واستفادوا منه وذاقوا طعمه في الأول ثم إنهم انقلبوا والعياذ بالله استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وأبصر ورأى لأن الإيمان نور الإيمان نور في القلب فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون لما ارتدوا انطفأ النور الذي معهم وفقدوا الإيمان فصاروا في ظلمات وكون الإنسان يدخل في ظلمة بعد النور هذا أشد مما لو كان في الظلمة من الأول كونه في نور وفي بصر ثم ينطفي النور ماذا تكون حاله يكون أشد ويشتد عليه الخوف مثلا الكهرب الآن مضيء للناس لكن لو انطفأ ماذا تكون حالة الناس هذا محسوس مثل محسوس لكن الإيمان والكفر أشد من ذلك الإيمان نور والكفر ظلام والعياذ بالله فكونه يأتي الظلام بعد النور هذا أشد تركهم في ظلمات شوف في ظلمات ما هو ظلمة واحدة بعد ظلمات كثيرة يعني ظلمات متراكمة والعياذ بالله في ظلمات لا يبصرون ما تحت أقدامهم لا يبصرون ظلم أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه ظلمات أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور المراد نور الإيمان نور الإيمان قد يكون الإنسان في نور الكهرب وفي نور ساطع لكنه في ظلمة في قلبه يكون في ظلمة في قلبه قد يكون الإنسان في ظلمة ما عنده كهرب لكن عنده نور في قلبه وعنده إيمان تركهم في ظلمات ظلمات الشك والشرك والكهر والشهوات والعياذ بالله لا يبصرون ثم إن الله سلب سمعهم وأبصارهم فما رأيكم في إنسان في ظلمات وهما يسمع ما عنده سمع ولا عنده بصر ماذا تكون حان أصم أعمى في ظلمات ماذا تكون حان صم بكم وأيضا أبكى ما ينطق حتى يصيح ولا ينادي من ينقذه أبكى ما يستطيع يتكلم صم عن سماع الحق بكم عن النطق بالحق عمي عن رؤية الحق ماذا تكون حانهم حين تركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون لا يرجعون إلى الحق بعد ذلك لأن الرجوع تعذر عليهم إن قطع عليهم خط الرجعة كما يقولون ما يستطيعون الرجوع ولا يميزون بين الحق والباطل ولا يسمعون الحق ولا يبصرون الحق ولا ينطقون بالحق هذا الصنف الثالث أو كصيب من السماء هؤلاء تارة وتارة تارة يصير عندهم بعض الإيمان وتارة يصير عندهم نفاق وتذبذب بحسب الأحوال حسب الأحوال أو كصيب وهو المطر كصيب من السماء يعني مطر فيه رعد وبر فيه ظلمات أو كصيب من السماء يعني مطر ينزل من السماء شكراً لكم